السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا فيكم ده جديد مسلسلة أحفظ كل يوم 10 كلمات ألمانية طبعا مثل ما أعدت لكم بداية كل درس سأعمل امتحان صغير لدرس اللي راح هلأ تكتبونا بالتعليقات شو معنى كلمة دي تسويبل دي تسويبل شو معنى كلمة دي أبريكوزي دي أبريكوزي دي أبريكوزي شو معنى كلمة مانغو بالألماني تمام كتبونا بالتعليقات وخيرونا تبلش بدرس جديد دي كولا دي كولا يعني كولا الجمع تبيتها كما نفس الكلمة دي كولا كلمة اللي بعده دي فغاو يعني المرأة طبعا مثل ما أعدت لكم كل الدرس بتجيبوك قلم ودفتر عشان تكتبو هالكلمات وراي وتحفظوه دي فغاو الجمع دي فغاوين دي فغاوين بالتفلة اي ان تمام؟ عنا كلمة اللي بعده دي فلاشة دي فلاشة يعني زجاجة أو قنينة الجمع تبعيتها بالتفلة ان بتصير دي فلاشة دي فلاشة طبعا جمع دايما بياخد دي عنا كلمة اللي بعده دي شتغاسة دي شتغاسة الشارع طبعا كما بتدفله بتصير دي شتغاسة دي شتغاسة يعني الشوارع كلمة اللي بعده دي وليفة دي وليفة دي وليفة يعني زيتون الجمعة كمان بالتفلة بيضاب حرف ال-n بتصير دي اوليف يعني زيتونات دي ميلونة دي ميلونة يعني بطيخ أصفر الجمعة الطبعية كمان باس بالضفلة حرف ال-n بتصير دي ميلونة يعني بطيق أحمر الجمعة كمان بتضفل حرف الـ N بتصير عنك الكلمة اللي يبعدو يعني برتقال طبعا الممتدين بالفزوة فما في مشكلة دي أوغانجة عنا كلمة اللي يبعدو دي أوباجينة دي أوباجينة يعني بازنجان الجمعة التبريطة بتضفل حرف الـ N بتصير دي أوباجين دي أوباجين يعني خفيفة هيك الـ N تمام عنا آخر كلمة دي متا دي متا يعني الأم دي أوباجينة